بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي على قناتكم وقناة النادي الأهلي مباراً مهمة جداً للنادي الأهلي بكاسر العالم الاندية أمام سياطة البطل أمريكا في ربع انهاء البطولة اللي بيلعب فيها الكبار وبس ودايماً بتلاقي النادي الأهلي وسط الكبار مباراً صعبة مهمة جداً وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيز مشوار البطولة الحقيقي يبتدي النهاردة لأن عمر النادي الأهلي ما كان بيلعب في الدور التمهيدي فالمشوار بيبدأ النهاردة هنتكلم كتير عن أمور الفنية خصوصاً أن هي أول مواجهة بين النادي الأهلي وفريق أمريكي وأول فريق أمريكي كمان بيلعب في كاسر العالم الاندية إنما أنا مش هتكلم غير عن الأهلي وكاسر العالم الاندية زي ما قلت لحضراتكم لأن أنا مش فاضي أرد على أي حد أو حد بيعني مش عايزين نقول الصغائر مش عايز أقول كلام لا يليق مش عايز أقول كلام لا يصح لأن دايماً النادي الأهلي ما بيتكلمش بره الملع نادي الأهلي رده دايماً بيكون جوه الملع لكن الحقيقة أنا عن نفسي استوقفني بعض التصريحات لعضو مجلس إدارة اتحاد الكوري حولها على السريع لأن أنا مش فاضي إن أنا إيه أعلق كتير قوي على الكلام ده العضو أو عضو مجلس إدارة هو إيهاب الكومي بصراحة تصريحات كارثية بعيداً عن صحتها أو عدم صحتها الاتنين واحد على فكرة بالنسبة لي النادي الأهلي بيمثل مصر وإفريقيا في كاسر العالم الاندية وبدل ما بيلاقي المسندة من اتحاد الكورة يخرج علينا إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة بإن فيه أزمة كبيرة مع برونو سافيو وإن النادي الأهلي اتخذ قرار بتجميد برونو سافيو وحيبيعه آخر الموسم دي نقطة نقطة تانية بقى إن سافيو أعلن التمرد وإن الأزمة بين النادي الأهلي وسافيو وصلت لطريق مزدود أولا قبل كل شيء التصريحات كلها أكاذيب وشائعات ليها غرض معين بس ليها غرض معين بس تهديد استقرار الأهلي وده وقته ده وقته أنت كعضو مجلس زرادة اتحاد الكورة ده وقته بدل ما تسند النادي الأهلي اللي مشرف مصر ورافع رايتها عاليا في كاسر العالم الاندية الكورة الخدم بدل ما تسنده وبدل ما تأيده وبدل ما تتكلم عليه كويس عمال تقول على شائعات جوه النادي جوه الفرقة ده النادي الأهلي الوحيد الوحيد اللي بيحقق إنجازات للكورة المصرية في كاسر العالم الاندية على مدار مشاركاته التماني فيش حد غيره طيب الماتش اللي فات شفنا بعد الماتش مش قبل الماتش بعد الماتش كل الفرقة فرحانة شفنا سافيو وهو بيحتفل مع اللايبة بعيد ميلاد محمد عبد المنعم وضحك وهزار وكل مبسوط طيب انتو شفتوا سافيو حضراتكم هو زعلان ومتمرد زي ما قال إيهاب الكومي عضمك زرات اتحاد الكرة اللي أصلا بيقدم برنامج عن الدرجة التانية يعني مش بيغطي أخبار الدوري الممتاز لكن أكيد محدش بيشوفه طبعا فقال لك إيه أضرب في الأهلي حاجة تشهرني والناس تعرفني أمضرب أي حاجة عن برونو سافيو وقال لك إيه بقى الغريبة إن سافيو هو السبب في عدم ضم لاعب برازيلي للنادي الأهلي لأن سافيو بلغ اللاعب البرازيلي ده اللي هو سافيو على علاقة به إن المرتبات في مصر مش مستقرة لللاعبين الأجانب فالأهلي عرف فقرر يجمد سافيو دي القصة الوهمية اللي أهلى يابلكم جابي القصة دي منين محدش يعرف مين اللي قال له عليها محدش يعرف بس هو إيه ضربها بس كده للشهرة على حساب النادي الأهلي وخلاص ده تعودنا عليه لكن الغريب إحنا تعودنا عليه من ناس ثانية الغريب إن أنت مسؤول في اتحاد الكورة مسؤول في اتحاد الكورة المفروض إنك تدعم النادي الأهلي لكن قبل ماتش مهم زي ده واتطلع إشاعات زي دي هي دي فعلا مسندة ومسندة مهمة جدا من اتحاد الكورة في وقتها زي مسندة إخفاء خطاب تنظيم نهاية دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتر فاكرينه طبعا وفاكرين دور وليد العطار طب فيه سؤال تاني لهاب الكومي هو وليد العطار قال لك تطلع طول الكلام ده من عايز أعرف ده سؤال بس عشان استكمالا لمسندة اتحاد الكورة للنادي الأهلي اللي عملها وليده بلكده في نهاية أفريقيا طيب ياهاب الكومي انت تقصد ولا مش تقصد مش قصد انت جابوا لك خبر وقالوا لك قوله قال لك كده طيب ما اسمعتش تصريحات أحد المسئولين في نادي منافس إن فيه اتنين لعيبة تناولوا ممنوعات وتم اتهمهم بشكل رسمي وإحنا قلنا إيه دول برضو لعابتنا ولعيبة مصريين وإحنا مش عايزين نفضح إحنا بنسر لكن هو المسئول بتاعهم اللي طلع فضاحهم ما اسمعناش صوتك يعني ما اسمعناش أي حاجة عن الموضوع ده خالص إحنا ما كنش عايزين نسمع بس أنا بأسأل الكلام ده ما حدش تكلم فيه خالص وإنت كنت مسئول في اتحاد الكورة دلوقتي طالع بتهاجم برونو سافيو بتهاجم بالنادي الأهلي وطلع إشاعات وإنت مسئول في اتحاد الكورة والنادي الأهلي بيمس المصر برة في المنديال العالمي الأندية بدل ما تطلع تساند لا انت بتوقف ضد النادي الأهلي بتطلع إشاعات عن النادي الأهلي بتطلع إشاعات عن لعيبة النادي الأهلي طب والمسئول نفسه اللي قالك انه عنده قزمة في قط اللبس وفيه خناق بين اتنين لعيبة مش عارف مين نجم الفريق والتاني حيمشي والتاني عايز فلوس زي ده بس معنى صوتك يعني مش انت عندك برنامج بس معنى صوتك ولا انت مشغول بالدرجة التانية ولا بتخاف ولا ليك توجه معين هدم استقرار النادي الأهلي وإعلاق منافسية ليك أكيد ما هو انت قل لي قل لي انت طلع تقول الكلام ده دلوقتي ليه قل لنا ايه توجهت لو ليك توجه معين تعال لنا وإحنا نساعدك فيه إيهاب الكومي والتحاد الكورة بيتهجموا وبينتقدوا بألفاظ كلنا عارفنا وألفاظ ايه متنوعة ومحدش بيرد خالص طب هو انت فين يا كومي انت فين لا بصراحة الحقيقة فعلا نعمل مسؤول كمان كمان في حاجة غيبة عن إيهاب الكومي الأول نوريك تزمر سافيو ونوريك سافيو هيجمدوه إزا في النادي الأهلي وإزاي سافيو ناقم على الفترة دي على وجوده في النادي الأهلي اتفضالوا اتفضالوا معانا على الشاشة فاكرين حضراتكم وإحنا جبنا بعد الماتش اللي فات لما اللعيبة كانت بتحتفل بعد المباراة بعيد ميلاد محمد عبد المنع وشفنا سافيو في اللقطة مبسوط زيه زي اللعيبة بالزبط زيه زي اللعيبة بالزبط اهو قدي برونو سافيو وسط لعيبة النادي الأهلي وبعد المباراة خلي بالو حضراتكم المشاركة او عدم المشاركة دي رؤية فنية للجهاز الفني والرجل ما عدرتش عليها ولا لعيف في النادي الأهلي بيتدخل فيها على فكرة ولا حد من بره من بره النادي الأهلي بيتدخل فيها او بره الجهاز الفني مفيش حد من المنظومة بيتدخل فيها زي او عكس اندية تانية عارفين حضراتكم طبعا في حاجة كمان غيبة عن إيهاب الكومي عضو مجلز الاتحاد الكورة هو حضرتك وغيرك من أعضاء اتحاد الكورة مش مخالفين للوايح الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية اللي بتمنع أي عضو في اتحاد الكورة انه يشتغل في الإعلام ده اختراق واضح للوايح وانت نفسك انت نفسك المسؤول في اتحاد الكورة بتنسح الرياضيين ده وقبك انهم يلتزموا باللوايح والقوانين وانت اول واحد مش ملتزم بيها كعضو ومسؤول جوه اتحاد الكورة بالزمة مش مكسوف مش مكسوف من ده مش مكسوف انك بتخالف اللوايح انت بتطالب الناس بالالتزام وانت نفسك وبعد عضاء مجلس دار اتحاد الكورة بيخالفوا اللوايح وكمان غير كده انت بتطلع في برنامج يومي انت بتطلع في برنامج يومي انت وغيرك بتنشر اخبار واصرها الاتحاد الكورة في الاعلام طب ده معنى كده كمان ما فيش مبدأ تكافؤ الفرص مع الاعلامين الاخرين اللي شغالين في قناة التانية اللي قمها مش شغالين في اتحاد الكورة طب لو ما نشرتش اخبار اتحاد الكورة تبقى خيانة للقناة اللي انت شغال فيها لانك اخفيت معلومات في مجال الرياضة اللي انت بتغطيها ولا تنشرها حيضع في البرنامج طبعا لو انت ما نشرتش حيضع في البرنامج فده خيانة طب واللي انت بتعمله في اتحاد الكورة وتطلع طول اصرار الاتحاد الكورة بالليل في البرنامج بتاعك وده مش خيانة اللي احنا اللي احنا بنتمنى ان اتحاد الكورة بتاع بلدنا يكون محايد ويلتزم باللوايح والقوانين يلتزم باللوايح والقوانين اللي بيعاقب عليها اللاعبين والاجهزة الفنية بسبب اختراقها ده اللي احنا بنقوله طلع علينا برضو مسؤول عن احدى الفرق في الدورة الممتاز وقال لك ايه ده برونو سافيو عمل مشاكل في النادي الاهلي واحنا بنجيب لعيبة وهم راحوا جابوا مش عارف لعيب برازيلي بقى دي كده وكلفهم كذا والرجل ده قاعد هنا بيتفرج على متشاة كاس العالم للاندية قاعد في القاهرة يعني قاعد هنا في القاهرة بيتفرج على متشاة كاس العالم عموما انت زيك زي اللي بيتفرجه على النادي الاهلي في كاس العالم من اندية عشان تعرف ساعدتك المسؤول ده المسؤول عن احدى الفرق المنافسة سافيو موجود مع النادي الاهلي في المغرب ما بيتفرجش على كاس العالم الاندية من تلفزيون بيتهم لا ده اصلا مشارك مع الفريق ولكن مشاركته في المرعب دي رؤية فنية مسؤول عنها المدير الفني فالرجل اولا بيتفرج على الماتش اه زيك زيه بس انت اللي بتفرج من القاهرة وانت بتتفرج من هنا زي ما مسؤول برضو للأسف احد عضاء مجلس ادارة النادي منافس قال لك ايه شوفوا الناس كلها بتتكلم عن الاهلي ازاي وبعض الاندية المنافسة المصرية المصرية بعض عضاها يقول لك ايه الاهلي مش من حقه يروح كاسة العالم الاندية الاهلي ما كانش حقه ان هو يلعب طول افريقيا اللي فات الاهلي ما يستهلش انه ده كان بيلعب فرقة تعبانا الماكش اللي فات ده انت بقى لك تمام مرات في مشاركات الاهلي التمانية بتتفرج عن النادي الاهلي هنا بتتفرج من بيتكو بتتفرج من اي كافيتيريا على النادي الاهلي ممثل مصر اللي رافع رأس مصر اللي معالي رأيه مصر بص الناس كلها بتتكلم عن النادي الاهلي ازاي بص الناس بلاش اعرب حاجة الماشي اللي فات بص العرب كلهم والمغربة الاخوة المغربة بيتكلموا عن النادي الاهلي ازاي بص كانوا بيشجعوا النادي الاهلي ازاي معلق المباراة السعودي كان بيكلم عن النادي الاهلي ازاي ويجي اخواننا المصريين بيتكلموا عن الاهلي ازاي البعض ما بقولش كل طبعا بقول البعض بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي